الشيخ صعد الحريري الراجل بتاع اللبنان واللي هو انا بالمناسبة يعني انا ما بتدخلش بالشأن اللبناني لكن كتبت مجموعة من التويتات هو حريري مع جنوب افريقيا وصوفي مع لبنان يعني اخبالك هو راجل حريري مع جنوب افريقيا وصوفي مع لبنان وهو ليه حريري مع جنوب افريقيا وصوفي مع لبنان ازاي كامنا ايه كريم زاكي بيقول لي ولا انت عايل سيس فانعمل له بلوك احمد زهران بيقول لي اطلع لك في كل مكان لسه بكتب لك على تويتر لقيتك هنا يا عم لا اكتبوا لي يا جماعة انا عايزكم وتعملولي ريتويت انا عايز اشتهر شوية ده ده الشيخ سعد اجايله ريتويت اكتر مني الشيخ سعد اللي هما دولة صغيرة جدا احنا دولة ميت مليون يعني انا لو 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 بس واحد في المية من مصر بيقايدني اكسب الشيخ سعد في اي ماتش في تويتر بس مش عارفة اكسبه وبعدين بص هو الوضع الوضع كالتالي يا شيخ سعد قال لك قال لك حرير حرير مع ايه مع جنوب افريقيا الراجل دفع ستاشر مليون دولار وبعدين انا عملت له تويتر قلت له يا شيخ سعد طب ما انا بقالي ايه بقالي كزا شهر مهتم بصحتي وبجسمي وبتحسم ممكن حضرتك بدل ما تبقى انا فاهم طبعا ان انت هي ست فبعدت لها ستاشر مليون دولار ممكن انا بس راجل تبعتلي مليون واحد بس وانت عمال لي فولو وانت عمال لي فولو مالو توفي او كشه ده صح احنا وسط حزام نار الاوضاع في سوريا النهاردة بتشتعل اشتعالة غير عادي صح الاوضاع في لجنان انا في احد بيقول لي عايزين فقرة عن الربع اللبناني انا بصراحة احب ازود الاوديونس بتاعي من لبنان اه 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 ومش هتكلم اكتر من كده اه 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 كريم سايب يقول لي واقل فاتورة الموبايل جت لي بالف جنيه بسببك لا يا يا حبيبي بسبب ان انت هماشي على حل شعرك ومش قاعد على الواي فاي يا لا جدعي ماشا احمد زهران بيقول لي شافت تويتا انت تعرف منين انت تعرف منين ما عمليش لايك. ساعد بيه ما عمليش لايك لسه للتويتر. ولا انت بتقدر في حتة تقدر تشوف بيها الاكاونت الفلاني شافت تويتر ولا لأ. عبدالله ابراهيم احمد بيقول لي موضوع حل. آآ بيقول لي ابو يا ما بيحبكش. اقول له ايه امكان يحبك. طب انت ما تفاهمنا الاول ما بيحبنيش ليه. يعني احنا خلينا دلوقتي يا سيستم يا سيستم. سيب كل حاجة في ايدك واهتم جدا بانكل ابراهيم احمد. وشوف ما بيحبكش ليه. جو بارد النهاردة. عايزين انا بقول لك الفقرة يعني انا وضع وضع لبنان ده يحزن الناس دي من الز واعز وامز الناس في الدنيا. يعني تروح في بيروت كده. انا كمصري لما كل مرة كنت بروح بيروت احس ان انا بشم سعادة. كده بيشموا سعادة وبعدين التاكسي حتى وهو بينصب عليك. والله العظيم تاكسي كان بينصب عليا. بس والله انا مبسوط ان هو بينصب عليا. يعني دخيل الله دخيل الله انصب عليا. دخيل الله انصب عليا. احمد وجيه بيقول ملبوس. هو اصلا عامل اكاونت فيك عشان يقولها. يا جماعة يا جماعة انا هوجه لك رسالة لشركات الاتصالات وهي اصلا دي شركات. طب ما احنا بنحاول نتصل اهو بنحاول نتصل يا موبينيل. ولا انتو تقعدوا تغنلنا في التلفزيونات ان احنا احسن ناس وبعد كده تنصبوا علينا وتاخدوا الفلوس. احسن ناس احسن ناس. يا عم طب ما احنا لو احنا احسن ناس ما تخليك حالو وتزبط البقى للعيال. وانت اصلا عارف ان انت ما بتدفعش فيها فلوس يعني. حسن جمال انا اول مرة افتح اللايف بتاعك يبقى اشتري وما استعجلش. وما تحكمش من واحد. اصلا ما انت اكيد حد قالك على لايفات واي الغنيم يعني. واحنا انا مش سهل انا موجود في كل حتة. صحرم كان اوجستان. اه انا بردان والله. وعايز اطلع لبس شراب. لان رجلي انا اكتر حاجة بتسقع فيها هي رجلي. اكتر حاجة بتسقع فيها. والله والله بص بقول لك ايه انا هاعض علشان اقاوم وابقى جدع وكويس. لان البرد محتاج يتقاوم. بص يا عم انت وهو. اوكي اوكي. ده راجل بيقول لك فين? را كان العريشي بيقول لي حط شوات موسيقى اعمل حج. دخلنا في الجو معك ما تخشش في الجو الوحدك. دخلنا في الجو معك. دخلنا في الجو معك ما تخشش في الجو الوحدك. اه فيعمل حج انت وهو بطلوا بوس في الشوارع بقى وهدا انت وهو عامل لبنان. او بوسوا يعني انتو حرين. انا مش دعو يا عامل لبناني اصلا انتو انتو شعب شعب لازيز بطبعه. بس اخبر بلك بس من حتة ان الموضوع مش استعرضات. ها? انت حقك تبقى زعلان طبعا لان دول شوية سياسيين مش هنتكلم يعني الراجل الراجل ما انا كتاب له هون انت حريري مع جنوب افريقيا هو صوفي مع اللبنانيات قال لك اني اخاف الله رب العالمين انما التانية يبعت لها ستتاشر مليون دولار ما بيدفعش حتى مرتبات الناس الموظفين اللي عنده في المؤسسة الاعلامية اللي بتعمل له بروباجندا بقاله شهور بس بعت للاخت ستاشر مليون دولار قال لك عشان عجبنا عجبني الهيلس ستايل تابعونها هي اللي بتقول قالت لك اصلا هو كان كان معجب جدا بالهيلس ستايل بتاعي طب ما انا هو ما انا هو يا حريري انا هو يا حريري يا حريري يا حريري ما اجيش انا يعني طب اهو 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 خبيلك الارع لحد اما يطلع الشعر اهو اهو يعني يعني طب بعات لانا حتى مئة الف دولار بلاش بلاش ستاشر مليون يا عم الحريري يا عم الحريري اه 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 افك ع الناس شهد انت اسمك ساعد وبعدين اوع استنى اشوف لغالي الفول ولا لسه يعني هو غالبا انه هيزعل هيقول لك بقى ايه بقى اللي عمال يبعات لي ده وبيقول لي حريرك وحريري ومش عارف ايه وانا اعمل له لسه عمال لي فولو الحمد لله انا هعبقى كل يوم انا هعبقى كل يوم اعمل في صفحة سعد الحريري على تويتر اشوفه لسه عمال لي فولو ولا لأ واقول ايه وابعت له بقى ابدأ ابعت له مسلا ايه صوري مسلا على الخاص وابعت له رقم الحساب وقل له اشحن لي بعشرة جنيه على فكرة انتو لو كل واحد فيك ويديني البقى بتاعتو وانا ابعت للحريري يشحن هلنا يعني انا اقول له ابعت لي دي حريري اشحن لي اشحن لي هنا بخمسين جنيه وهم طب انا عايز اسأل سؤال يعني احنا الوقت لو بنصلح الوضع ايه رأيكم يعني لو الدولة تتبنى لنا الموضوع بتاع انه فيديوهات واقي الغنم دي تطلع في التلفزيون كل يوم وهي الغنم يبطل يشتم وبس ايه يتقري يعني لما هيجي يتكلم يتكلم عن الحكام الوحشين اللي في الدول التانية لكن احنا حكامنا حلوين على فكرة ده هبص حاجة شبه قدماء المصريين يعني فهمت? انا اصلا طول عمري بحب ايه? اه اه الراجل الكاتب المصري. اه اللي هو راجل ايه? بص ده ده دحيح بتاع زمان ده. مش الدحيح اللي هو البرنامج. دحيح دي سعبير. الدحيح بتاع البرنامج اخده مننا. ما هو الرجالة ببهدله اه وبهدله كل يوم في مصر. اه بس احنا عايزين نركز على الستات الاول لان لو الست بطلت ببهدل هتربي عيال حلوة يطلع لنا جيل نظيف ينظف لنا العك اللي احنا شايفينه ده. اه ابو شانب ده قالك ده موظف الحكومة. يا باشا هم كلهم اصلا كانوا موظفين حكومة هو فيه اصلا انت اول ما كنت بتتولد في مصر كنت بتشتغل موظف حكومة. لان انت موظف عند عند الفراون. واحد بيقول لي فيديوهاتك بيتسببوه برخيصة هو حقيقي على فكرة لان انا مسلا بصرف كتير جدا 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 جدا. وبعدين بيجي لي حاجات قليلة يعني مسلا في واحد قال لي انا هشتري لك الحشيش بتاعك كل كل شهر. حوالي الف وستونية الف وسبعمية دولار. قلت له والله خلاص. وهبعت له حساب البنك كمان. وده واحد عرفه يعني صاحبي ما اطلبش انا من حد ما عرفوش. ما ينفعش ابعت لك عالصفحة. اقول لك تبرعه. لا ده واحد عرفه ويا ما خدمت ويا ما خدمني. فهي علاقتنا كده مع بعض حب. قال لي انا ساعدك ازاي? قلت له انا عايز فلوس. عشان فيديوهاتي بقت حاجة رخيصة. انجي اجراما بتقول لك بنتي صحي تقول لي كل يوم كل يوم تشوفي ده تب تعالي بقى ايه تعالي نلعب معها لعبة عايزة اغنيلها اغنية انا دي اغنية ادم بيحبها فشخ حواء اسراء لحد النهاردة اصلا والو لقيت الناس كلها بترص البطاقة ابعب ابعب ابعبي ابعب ابعب بس الحاجات التارية كلها مش عيب ما فيه ايه عام كيمو Ireland وما تهدى علي الازم اعم gas i am Kimo A John Atlife الازم هو يا سوها هكتب ليك الازم ايه فما لكش ده ابو امي بترقص ولا لأ يلا انت وهو يلا عيب عيب كباره بقى عيب بقى نكبر بقى ونبقى حلوين بقى وشطار ونسمع الكلام ونسمع الكلام ما تخش بيت حد او صفحته على الانترنت مبش حاسمها قص ده شخصية عامة فاحنا هنجتمك ونهزقك ونبهداء انت شخصية عامة يا ايقونتي 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 انا عايز اجتمك النهاردة يا ايقونتي واحد بقول لي امني بعايت لك طلب صداخوة من اسكندرية بقى لي زبين سنة ايه يا عامة في ايه ما تهدأ لأ انا ما بص في فيسبوك هقول لك انا عندي نظرية في فيسبوك ما قبلتكش قبل كده ما قبلتكش قبل كده اه صعب اضيفك لازم يبقى اه 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 يعني يعني لازم يبقى في شروط معينة للاضافة وايه وانا مش محتاج ايه استفيد في الشروط لان انا دي 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 اللي هي الالجوريزم اللي في الربع الرابع اللغرتمية اللي في الربع الرابع اللي بتحدد مين يتقبل ومين لأ وفي ناس اصلا انا ابعت له هو طلب الصداقة انا اشوف مثلا كومنت كده الاقي واحد بيكتب كومنت بيوري ان هو بني ادم شايف الدنيا الحياة حلو اقول الله ده واحد عنده نظر ده واحد عنده نظر احب صاحبه اعمل له انا ادري كويست هي امك يا واقل اللي علمتك الرأس يا واقل انا اعتقد ماما انا بحاول افتكر لا ماما متحبش ترقص لا مش ماما لا اه لا بص لينكت ان قبلك وقتي يعني خش ضيفني في لينكت ان عشان تقول لي ايه انا ليه ليه بقى ضيفك في لينكت ان انا عايزة بقى مدير كبير انا عايزة بقى قوي الغنيم اه اه الاعمال الايه الاعمال الادارة والادارة ايه والعبارة في الادارة العبارة في الادارة يا سعد بيه يا سعد بيه يا حريري يا بتاع لبنان ومزعلين اللبنانيات ومطلعينهم الشوارع كده يا جماعة بطلوا بقى صرف فلوس بقى على الهابل والهرتلة يعني يعني الراجل تتقفش له موضوع ان هو ده اللي تقفش يعني ده اللي تقفش ان هو ايه ان هو انا بقبل كل الناس في لينكت ان دلوقتي ان هو دفع 16 مليون دولار لوحدة من اللي هي الانفلوينسرز على انستجرام او على ايه ده تاخدها وتاخدها ليه لان هي اخدت 16 مليون دولار يعني ربنا يعنها يعني ده واضح ان ده ناصبها بس بيسألوها طب هو الداكي ده 16 مليون دولار قالت عشان هو حب اللايف ستايل بتاعي والهيلث هابيتس بتاعتي عشان هو حب طبيعات طريقتها في الحياة فانا بصراحة يعني انا ساعتها تمنيت ان اقول يا رب ايه الحزوز الحلوة دي طب ما انا يعني انا يا ربنا مثلا ما يرزقنيش بحد يحب اللايف ستايل بتاعي مثلا ويقوم باعت لي حتى 100000 دولار بلاش 16 مليون دولار ده انا 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 بوري لايف ستايل بتاعي وعايزين يقفله واختف اخوية وبتاعه ويعمله حاجات طب قال ليه ده اللي يا عبدو دي بتفهم على فكر بتقول لي برابو عليك حاسة انك بتسيطر على نفسك اه بس مش انا اللي بحاول يعني انا ساعد نفسي برضو ما هي دي اللعبة اللي انا حاولت اقوله لدكتورة سالي مبارح ان انا شغال اوتونموس مود هي ما 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 وصلناش للمرحلة دي فالمرة الجاية بقى اقولها لها حبيتها جدا دكتورة سالي وهي حبيتني واستظرفنا بعض وبقنا نتكلم من فيديوهات بنبعثها بنتراشق مع بعض كلام الى صداقة اكتب لي هنا عامر قديب عاجل عاجل شاهد قبل الحسف واقل وسالي ليه قبل الحسف لان المجتمع ده مجتمع مش عايز يشوف مصالحات هو عايز يشوف خنات عايزين دم عايزين الناس تتلم عايزين دم عايزين الناس تتلم لا لا احمد فاتحي بيقول لي انت ما عندكش شغل لا ما عنديش ممكن بقى حضرتك تدفع لي مرتب بما انك انت سايب شغلك وعب تتفرج علي يعني واحد سايب شغله وعب يتفرج عليها بيسألني عن الشغل نسرين عبدالهادي حلقة امبارح فاتاتك كله موجود على الانترنت وربنا يخللنا عمو مارك زكر زكر بيرك محمد عباس بيقول لي حوارك مع دكتورة سالي كان روعة او هي ست محترمة صراحة انا بحب جدا بص انا ما عنديش مشكلة اتعامل مع بني ادم مختلف عني لأقصى درجة ولكن لما بنتكلم مع بعض ويجي يشوف اي حاجة انا ورهاله وياخدها لا خلاص كده ده واحد بيفهم وياخدها ما يستغلينيش اشتركوا في القناة